السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ياريت تخلوكم معي شوي بسك وشوفوا لهذا التعليق اللي ظهر على الشاشة طبعاً هو إجا تعليق قبل هذا اللي هو هذا يعني قبل أربع أيام تقريباً من موعد تسجيل للحلقة يعني أنا بسجل الحلقة الآن مساء يوم الأربعة فقبل أربع أيام نكتب هذا التعليق له وين الخارطة الفلكية لليوم إيش دخلني بصورتك واسمك معروف بس لازم أنت تحترم صورتك وشغلك واسمك وما تنزد إيش صورتك يعني المهم من هذا مع الشرح طبعاً إيش السهم بيتحرك مع الشرح لأنه منافسي كثار وكبار جوليا الجزائر هذا كان تعليق أنا ما رديت عليه ولكن لأخت جوليا رجعت اليوم نزل التعليق اللي هو على حلقة يوم الأربعة سبعة حزيران التعليق هذا وين الخارطة الفلكية؟ إذا أنت غير مهتم بمتابعيك ولا نقاط إذا إحنا كمان رح نودعك ونتوجه لكبار بالفلك طبعاً أكيد وضعين الزويدك بالنقاط من إحنا بنطلب نقاط خلي اسمك الوضع اللي تريده لكن إحنا بنعرف إنك بالحضيظ ودعمناك فقط شفقة جوليا الجزائر طبعاً أنا لفت انتباهي من كل هذا الموضوع إنه الأخت جوليا كانت تعلق يعني إلها تعليقات قديمة قبل شهر وشهرين ما كانت إش تحكي بهذا الأسلوب هذا أسلوب جديد يعني كانت بالأول ما بعرف هو كانت تتصنع الكلام أو هو مش طبيعتها ولكن إنه تغير الأسلوب بتاعها ممكن إنه يعني ما هي ما بعرف شو الظروف أو ما بعرف أنا شو بدر مني إشي أزعجها مني ولكن حبيت أني أنا أرد عليها برد يعني شوي هيك إن شاء الله إنه يكون في إجابة أول إشي أنا ما بدأ أرد على التعليقات الثانية ولكن بدأ أرد على هذا التعليق تحديداً اللي هو اللي أنت ذكرتي اللي هو أنه أنت غير مهتم بمتابعيك وما بتحط الخارطة الفلكية وبحط صورتي وبحط اسمي أول إشي يا أخت جوليا أنت عارفة أول إشي إذا أنت متابعة من زمان وأنت متابعة من زمان لأن أنا بعرف أنك أنت متابعة من زمان أول إشي بتعرفي وضع المادي وبتعرفي أنه أنا ما عندي جهاز كمبيوتر ويلا يلا أنا بقدر أسجل صوت والصوت إذا أنت في تعليقاتك زمان بتفهمي بالصوت وبتعرفي شو يعني صوت وشو يعني تسجيل صوت وبتعرفي ديش المعاناة بتصير ما بين أنك أنت تسجل الصوت بهاي كولتي بعيد عن النويز وبعدين أنت كيف بدك تعالجه عشان يطلع بوضوح عالي بليفل ثابت فيعني أكيد أنت عارفي لأنه حسب تعليقاتك القديمة أنت شغلك في هذا المجال فبتعرفي شو اللي أنا بعاني لما أنا بسجل تسجيلات على أجهزة متواضعة جدا وبطلع بنقاء هذا الصوت واحد اثنين أنا ما عندي جهاز كمبيوتر يتحمل أني أنا أحط الخرطة الفلكية وأوعد أشرح عليها لأنه هذا بيتطلب جهاز صوت داخل جهاز الكمبيوتر مع كرت صوت أو مع ميكسر ويدخل الجهاز الكمبيوتر وجهاز الكمبيوتر يتحمل أنه يأخذ الصوت ماشي يعمل له بروسسينج مع الفيديو واللي بدي يكون يعمل له ريكورد يسجله عشان يجمعهم اثنين مع بعض عشان أنا أقدر أمنتجهم بعدين وأحطهم فيديو أنا ما عندي جهاز هذا الكمبيوتر أنا جهاز الكمبيوتر اللي عندي يلا يلا مشغل صوت اثنين عملية المونتاج هذا قالب يعني هذا قالب جاهز إحنا منستخدمه بس بعد ما أسجل الصوت بتنزل وبتحرك إنها دول الأشياء عشان ينحطن على الفواصل عشان يطلع فيديو واسمي هذا اسم اسمي يعني هاي قناتي يعني القناة باسم سعيد منع وهذا اسمي مش عاجبك اسمي بلغي أصورتي مش عاجبتك بلغيها ما عنديش أي مشكلة بس يعني اللي بدي يدخل على القناة جديد كيف بدي يعرف مين هذا الشخص كيف يعني لازم أقول أنا في البداية معكم وحدثكم سعيد منع مثلا بدكوا تيجوا بعد فترات ولولي يعني بتعرف عن حالك إحنا مش عارفينك برضو نفس الإشي في ناس رح تنتقدني طيب أما موضوع في ناس كبار بالفلك ومنتوجه لهم الله يسهل عليك روح توجهي لهم يعني أنا ما بمانعك بالعكس أنت شايفيته كبير ما كبير إلا الله عز وجل أنا بالنسبة لي أنا أصغر واحد موجود وزي ما حكيتي أنا وضعي بالحضيط يقاستي أنا بالحضيط ليش بتتابعيني دعمتيني شفقة علي إيش دعمتيني في إيش حطتي لي لايك ما دعمتيني ماديا يعني ما دعمتيني ماديا وهي أتحداكي فيها لأنه أنت ما بدرت حتى بالسؤال كيف أنا ممكن أدعمك بمش بمايك بمساعدة فأكيد هو اللايك ويبصر أنت حطيتي لايك أو ما حطيتي لايك أنا ما بعرف لأنه ما بطلعش عندي أسماء من اللي بحطوا اللايك دعمتيني بتعليق زي هي هذا التعليق اللي أنت دعمتيني فيه أنا مساهم حك فيه إذا هذا هو بتعتبري الدعم لا هذا مش دعم وإذا بتعتبري هذا نقد بناء لا أنا معلش ده أصليح لك معلومة هذا نقد هادم هدام ولو أنا ما بحترمك لقدم وجودك على القناة وتعليقاتك القديمة اللي أنت كان لك بعض الكلمات اللي فيها ممتازة لكن هذا الأسلوب أنا ما بعرف ليش أنت تغير عندك كنت رديت عليك بأسلوب آخر ولكن برضو احتراماً لكل أهل المغرب العربي اللي هو يعني المغرب والجزائر وتونس وليبيا ما رح أرد عليك برد جارح ولكن أعتقد أنه الكلام اللي أنت كتبتي هذا لو واحد كتب لك ما رح تسكتله لأنه أنا مش ولد صغير وأنت عارفي بما أنك متابعة قديمة بتعرفي وضع المالي وبتعرفي وضعي الصحي وبتعرفي الإمكانيات اللي عندي وأني أنا بقدم بإمكانياتي وهذا الإش اللي أنا بحطه بالحلقات وحتى لو صوت أتحدى لحد الآن إذا فيه واحد على الساحة بعرب وأجانب إذا بحطه لأنه ما عنده قدرة أنه يعرف الزاوية إم تبدأ تبدأ وإم تبدأ تنتهي وشو تأثيراتها وعلى الأشخاص وعلى الكون ولكن إذا أنت بتشوف المصطلحات والكلمات والعبارات وفي حضيده وطلع السنة وتحول وهذا وهذا علك في راسك وإنت فهمتيه لأنه هذا علم الفلك فخلاص روحي تعلميه وكملي فيه الله يوفقك وافتحي قناة وإعمليه أبراج ولكن أنا ما عندي إمكانيات أعمل الإشي اللي أنت بتطول به عشان هيك أنا ما رديت على تعليقك في المرة الأولى ولكن لما إجاب الكلام هذا اضطريت أني أنا أرد عليك طبعا اللي بدي يجي يقول أنت رديت ولمحت عشان أنت بدك دعم مالي لا أنا ما بدي دعم مالي أنا الحمد لله رب العالمين في عندي يعني حسابي في البنك من ست شهور ما دخلش عليه في السلام عادي يعني سكروا ووقفوا لحديث مع أنا أراجع أنه ليش أنا ما تحركتش في الحساب لأنه ما في لا حدا دعم ولا هذا وشلنا روابط الدعم البيبال نفس الإشي ما في أي صديقة منتسبة هي اللي دعمت خلال الفترة الماضية والدعم اللي أنتوا شفتو اللي كان تشكرات وبينزل على القناة بالتعليقات والمنتسبين نص المنتسبين اللي موجودين أساساً مش موجودين نصهم اللي فعالين والباقي ألغوا انتسابهم وأنا مش رضي أشيل أسماهم احتراماً لأنهم لأنهم انتسبوا لو شهر واحد خليت أسماءهم في منهم راحوا شلت أسماءهم لأنه اليوتيوب قال لي هذولا مش منتسبين ليش حاط المرة الأولى ولكن المرة هاي لحد الآن موجهه ليش الرسالة هاي فإيش الدعم في أخت موجودة في أمريكا اشترت مايك واشترت لي أشياء وبنستنى أي شخص جاي من أمريكا سستبعث لي إياهم معها والله أعلم يوصلون يأكون عايش ولا أكون ميت وهذا عشان نلاقي طريقة نسجل صوت بشكل جيد عشان أنا أسجل وأنا في البيت في أشخاص نفسهم يساعدوا ولكن ما عندهم مش قدرة على إنهم يساعدوا من بلدهم أو من وضعهم نشكرهم في ناس بتقول كلمة طيبة دعاء هذا لحاله بالنسبة إلى إلي دعم نفسي أما أنه بجيب لي والله أنت اللايك ولا الكومنت هذا بدي يجيب لي فلوس والله لو كومنت الكومنت تاعك هذا بدي يجيب لي ألف مئة ألف مليون ما بدي إياهم فعشان هيك الآخر كلمة بحكي لك راجعي حالك على هذا التعليق وعيب عيب عيب اللي أنت كتبتي وياريت يا إما أنه أنت ما بديت اعتذري ولا تكتب اعتذار لأنه أنت اللي بيكتب هذا التعليق ما بيعتذر اعمل إلى حالك بلوك أو تابعيني بدون ما تحطي تعليقات أو روحي تابعي غيري لا هو أنت روحي تابعي غيري أحسن لأنه الفكر الفلك اللي صار عندك مش الموجود عندي واللي أنا مش رح أعطيه لأنه أنا من تعارف أنا معلوماتي بالحضيض وأنا مستوي بسيط وضعيف والناس الموجودة أعلى مني فأنا يعني لسه بتحلم هم علماء جهابذ وإنت من العلماء صرتي فحكمتي علي وخلصنا واللي برضو عندهم نفس الفكر هذا نفس الإشي الله يسهل عليكم مع ألف سلامة وبالنسبة للأشخاص اللي شايفين صورتي مش مناسبة واسمي مش مناسب بالله يكتب لي في التعليقات بالله من الحلقة يعني يوم ما تنزل هاي الحلقة يعني بكون أنا مسجل حلقتين ثلاثة يعني ابتداء من آخر الأسبوع اللي جاي موعدكم إذا ما عايش عاجبينك وهدولا أشي لهم أعمل لكم يهبلاك أحط لكم قمر بالإب أحط لكم كواكب بتتحرك صورة ثابتة آآ أحط لكم آآ أعرض عضلاتي مثلا ألبس شورت وأقعد ولا شو أعمل فياريت كتبوا لي بالتعليقات خلينا نروح على توقعاتنا اليومية توقعاتنا اليوم إلى يوم السبت عشر حزيران يونيو الفين وثلاثة وعشرين القمر طبعا موجود في برج الحوت واليوم طبعا هو صراع بين المشاعر وبين الأفكار ليش لأنه اليوم التربيع الأخير للقمر فبعمل تقلبات في المزاج وهذا رح نشرحه بعد قليل طبعا القمر الآن موجود في منزلة المقدم وهي منزلة للخير والثبات والسلامة والمحبة ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لتقريبا ثلاث ساعات من موعد بث الحلقة يعني لساعة خمسة وعشرين دقيقة من مساء اليوم الجمعة لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة المؤخر ورح يظل أغلب اليوم في منزلة المؤخر يعني طيلة مدة الحلقة بث الحلقة رح يكون القمر في منزلة المؤخر وهي للربح والعلاج والإطلاف والتفريق والضرر وبعدها القمر بده ينتقل لساعة ثلاثة وعشرين دقيقة من مساء اليوم السبت لمنزلة الرشا وهي منزلة للعلاج والربح والسلامة وبما أن القمر موجود في برج الحوت معناته بتلعب الناحية الروحية دور بارز في هاي الفترة نشعر بالضياع ما مننجح في التركيز على موضوع معين منتذمر ومنكشف عن متاعبنا للغير ومنجد صعوبة باتخاذ قرار حاسم وقسم كبير من الفاشلين في غرامهم بينزووا جانبا وبيضرفوا الدموع بعيد عن أعين الآخرين وقسم كبير أيضا من الموظفين بيتغيبوا عن عملهم نتيجة المرض أو الشعور بعدم الارتياح النفسي في هاي الفترة طبعا نقع بحبائل الغرام بوسعنا التأمل والصلاة والنجاح في عمل فني كالشعر والرسم وعياد المرضى وشراء الزهور واقتناء آل التصوير بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتحدث عنها اللي هي زاوية التزديس الإيجابية بين عطارد وبين نبتون المستمرة بتأثيراتها اليوم 12-6 طبعا نصبح قادرين على قراءة مشاعر الآخرين من حولنا دون أن يعبروا عنها بصراحة وبتجعلنا منطقيين في تفكيرنا بتساعدنا على إنجاز الأعمال الصعبة والأعمال الفكرية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين عطارد وبين بلوتو وهي تأثيراتها مستمرة لليوم 14-6 طبعا هاي الزاوية يوم الغد هو ذروتها الساعة 10.25 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج بتزيد من حد الدهن وحدثنا ونقدنا بتهم نحن حب للعدالة الاهتمام بالأمور الغامضة بتساعدنا في تنظيم أعمالنا وإنجاح مشاريعنا واتخاذ قرارات لازمة أما بالنسبة الزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين الزهرة وبين المشتري وهاي بالنسبة للزاوية طبعا مستمرة ليوم 26 برضو دروتها رح تكون يوم الغد يوم الغد حافل أساسا بكثير من اللي هو يوم الأحد بكثير من الزوايا والتحركات الفلكية فيوم الغد ذروت هاي الزاوية اللي هي التربيع السلبية بين الزهرة وبين المشتري الساعة 33 دقيقة عصرا بتوقيت جرينج أي الزاوية بتعزز الشعور لدى البعض بالحاجة لإثبات حضورهم وغالبا بيفشلوا في ذلك وتخلق لدينا رغبات غريبة بتسبب إضطرابات في علاقاتنا العاطفية وصداقاتنا تدفعنا للمبالغة في النفقات وتألة تحقيق رغباتنا والإفراط في الأكل مما يسبب إضطرابات صحية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديس إيجابية بين المشتري وبين زحل وهاي طبعا تأثيراتها مستمرة ليوم 15-7 طبعا ذروة هذه الزاوية يوم 19-6 الساعة 53-52 بعد العصر بتوقيت جرينج بتدعم وضعنا المادي والمهني أو الاجتماعي ممكن نحصل على ترقية أو مركز أكثر أهمية وبتزيد من إحساسنا بالأمن والسعاد المادية وهي فترة مناسبة للاستثمار واقتناء ملك عقاري وتأمين مستقبلنا ومستقبل المقربين لإلنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديس إيجابية بين الشمس وبين المريخ وهاي طبعا تأثيرات هذه زاوية مستمرة ليوم 12-6 بتعزز قدرتنا القيادية بتشجعنا على الإقدام على خطوة جديدة وجريئة بتزيد من ثقتنا بأنفسنا بتمنحنا الطاقة والشجاعة وبتدفعنا للنشاط والتأثير والقيادة بمحيطنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع سلبية بين المريخ وبين المشتري وهاي بالنسبة لهذه الزاوية طبعا تأثيراتها ليوم 13-6 بحقق البعض تقدم على حساب الآخرين أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين المشتري وبين بلوتو وهاي طبعا تأثيراتها مستمرة ليوم 22-6 وهي بالدل على خسارة مالية وظهور عقبات غير متوقعة على المستوى المادي أو الاجتماعي وعلينا مراقب التصرفاتنا ونفقاتنا لأن وضعيتنا ممكن تتضرر بشكل خطير أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية لتأثيراتها اليوم لدينا أول زاوية من زاوية الجمعة ولكن تأثيراتها مستمرة لصباح يوم السبت هي زاوية تزديس إيجابية بين القمر وبين المشتري وهي ذروتها أساسا راح تكون بعد بث الحلقة يعني الساعة سبعة ودقيقة بتوقيت جرينيش مساء إحنا منبثها ساعة ثنتين بتوقيت جرينيش يعني بعد خمس ساعات إذن من الآن ولغاية صباح يوم السبت تأثير هاي الزاوية منهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كانها مشاكلنا إحنا ومنحاول إن نساعدهم قدر الإمكان يعني زي تقديم عمل إنساني وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية وبتمنحنا العطف والمودة ومنحظة بالشعبية واليسر المادي والصحة والحضوة عند الجنس الآخر ونجاحات مادية برضو بتساعدنا على التعرف على أشخاص ذوي نفوذ وبتمنحنا تقدير رؤسائنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران سلبية بين القمر وبين زحل وهاي برضو تأثيراتها ساعة 10 و14 دقيقة من مساء اليوم الجمعة ولكن تأثيراتها مستمرة من الآن ولغاية ظهر يوم السبت من واجه مصاعب عرقي اللي بتطلب منا أن نبذ الجهد لن نتغلب عليها بأنفسنا وأن لا نعتمد على الحدود بيفتقد بعض للشجاعة اللازم إلى مواجهة مشاكلهم فبيلجع للهروب إلى الماضي بدلا من مواجهة الحاضر أما بالنسبة للزاوية التي تليها القمر بين الشمس وهاي طبعا ذروتها الساعة 7 و30 دقيقة مساء من مساء اليوم السبت طبعا بتبدأ تأثيراتها من ساعات صباح يوم السبت وبتستمر حتى ظهر يوم الأحد تخلق هذا الاتصال لدينا حالة من عدم الاستقرار تتمثل بصراع ما بين المشاعر والأفكار مما ينعكس سلبا على علاقاتنا مع الآخرين وبتجعلنا طلقين ومتشائمين ومتقلبين وبتزيد من الصعوبات مع الجنس الآخر بتدل على استياء الجماهير والرأي العام من الحكومة وظهور خلافات عرقية أو دينية أو فيما يخص قضايا المرأة والمجتمع وتقلب أسعار بعض المنتجات الصناعية وخصوصا الغذائية منها أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديس إيجابية بين القمر وبين أورانوس وهاي رح تكون دروتها الساعة 29 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش من مساء اليوم السبت ولكن يعني تأثيراتها بتبدأ من ساعات ظهر يوم السبت وبتستمر حتى صباح يوم الأحد بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها تمنحنا أفكار فريدة ومبتكرة ومتعة وتسلي غير متوقعة وبتزيد من اهتمامنا بالعلوم العصرية والتلفزة والسينما والميل لكل ما هو مدهش وغريب أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية بين القمر وبين نبتون وهاي طبعا ذروتها الساعة 9 و8 دقائق من صباح يوم الأحد ولكن تأثيراتها بتبدأ من مغرب يوم السبت وحتى مساء يوم الأحد تجعل بعض الأشخاص يجنح إلى العيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين بتسببنا نوع من أنواع الاكتئاب تدفعنا للإهمال وعدم الاستقامة والنزاهة في التعاملات ممكن يستاء الرؤية العام من جدل حول موضوع أو مواضيع لها علاقة بالأمور الدينية أو العقدية بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا طبعا عندنا القدمان أصابع القدم الغد النخامية الغد الصنوبرية الإندروفين اللي هو الهورمون المسكن للألام والميلاتونين اللي هو الهورمون المساعد على النوم هدولة اللي بصير فيهم خربطة خلال هذا اليوم عشان هيك بنشعر بالألام أكثر من المعتاد وأيضا بصير عندنا أرق أو قلق أو أحلام وكوابيس وبخلال نوم طبعا بالنسبة لهذا اليوم ما فيه أي مشاكل لإجراء العمليات الجراحية مناسب أيضا لعمليات التجميل ولكن مش بالقوة الكاملة فيعني إذا أمور إلها علاقة بالحقن أو البشرة جائز ما فيه أي مشكلة ولكن عشان زاوية التربيع شوي بتقلل من الحضود فعشان هيك ما بنصح أنا بالأمور الجراحية يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكنه لا يصلح للقص العلاجي أما بالنسبة لخلوق المسار طبعا هو ما فيه خلوق المسار هو الانتقار رح يصير فورا يوم الأحد الساعة 11-6 بنتقل من الحوت للحمل بدون خلوق المسار الساعة 21 دقيقة بعد الظهر بالنسبة لعمر القمر عمر القمر المربع عمره 22 يوم فيه تمام الساعة 10 و15 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش بصير عمره 23 يوم نسبة الإضاءة 48% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجوزاء حتى يوم 21-6 سعيد بنسبة 15% ساعات الصباح بصير منتحس بنسبة 10% في ساعات العصر بصير منتحس بنسبة 40% القمر في الحوت حتى يوم 11-6 منتحس الآن بنسبة 10% في ساعات الصباح بصير منتحس بنسبة 25% في ساعات العصر بصير منتحس بنسبة 10% عطارة في الثور حتى يوم 11-6 منتحس بنسبة 10% في ساعات الظهر بصير سعيد بنسبة 5% في ساعات المساء بصير منتحس بنسبة 25% الزهر في الأسد حتى يوم 23-7 منتحس بنسبة 25% المريخ في الأسد حتى يوم 10-7 منتحس بنسبة 10% المشتري في الثور حتى يوم 49 سعيد بنسبة 30% زحل في الحوت حتى يوم 17-6 سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثور حتى يوم 29-8 سعيد بنسبة 15% نبتون في الحوت حتى يوم 30-6 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الدلو بيتراجع حتى يوم 11-6 منتحس بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا بيسيطر التعب عليكم لليوم الثاني على التوالي لأن القمر موجود في بيت المتاعب فعشان هيك اللي بيشعروا بأعراض غير اعتيادية بدهم يتوجهوا لفحص أو لعلاج أو مراجعة طبية حاولوا أنك تأخذوا قسط كافي من الراحة صحيح أن الأجواء فيها بعض الضغط النفسي فأهم إشأنكم ما تتأخذوا قرارات حاسمة خلال هذا اليوم وما تبدأوا بشيء جديد حاولوا تأجلوه لا يوم الأحد لحديث ما القمر يوصل لعندكم أهم شيء أنه اليوم ما تخلي الوسواس يسيطر عليك وتقلبات بالمزاج وتتصرف تصرفات منتسرعة دون ما تراجع نفسك وحاول أنك تتجاوز مخاوف ما إلها أي أساس برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا بتنشطوا اجتماعيا وبتسعدوا من لقاء الأصدقاء منكم أشخاص ممكن اليوم يشاركوا في مناسبة سعيدة علاقات الصداقة بتكون جيدة وبسودها التقدير والثقة المتبادلة وبرضو اليوم ممكن يتوجهلك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعدوا من لقاء لأصدقاء يعني النشاط الاجتماعي هو أكثر شيء رح تستفيدوا منه خلال هذا اليوم وعلاقاتكم الاجتماعية أهم شيء أنه حاول قدر الإمكان أنك اليوم تنجز كل الأعمال الضرورية والمهمة قبل ما ييجي يوم الأحد وينتقل القمر لبيت متاعبك لأنه بالفترة هاي بيصير بدك تلتزم الهدوء والأعمال بتصير صعبة فلازم تستغلها خلال هذا اليوم برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا يعتبر هذا اليوم يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تعديل على طبيعة عملهم أو تعزيز العلاقة مع المسؤولين اليوم بتحضوا بالشعبية وبتكون أعمالكم سهلة وميسرة ولكن لازم تضبطوا أعصابكم أثناء التعامل مع الغير عززوا علاقاتكم الاجتماعية وعلاقاتكم مع المسؤولين اليوم ممكن تتعرف على أشخاص أو يكون لك تعامل مع شخصيات مرموقة أو يعني تبدأ علاقة جديدة مع شخصية تساعدك في أمر ما فعشان هيك إذا التزمت وضبطت أعصابك ما خالفت القوانين ما شوهت سمعتك بأي تصرف متسرع ممكن أنك تحقق نجاح شخصي باهر برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا اليوم مناسب جدا للتنقلات والاتصالات والحوارات والتعامل مع الأجانب والدراسة والامتحانات واللقاءات العاطفية والتواصل العاطفي ولكن بتكونوا أكثر صبرا ووعيا على الطرقات خاصة أثناء قيادة السيارة بين المدن بتشعروا بقوة العاطفة اليوم أي شيء له علاقة بالأوراق والمعاملات القانونية أو شيء له علاقة بالدراسة أو السفر رح يكون سهل وميسر بإذن الله تعالى أهم شيء ما تخلي الوسواس يسيطر عليك والأفكار السودة تسيطر عليك بتلاقي الأمور مشت بشكل جيد برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا اليوم بتنشغلوا في إعادة تنظيم أموركم المالية المشتركة يعني التركيز رح يكون على الأموال المشتركة الأموال اللي معك تشريك فيها فعشان هيك استغل هذا اليوم بشكل جيد لإنجاز كل الأعمال المالية ترتيب فواتير مراجعة بنوك ضريبة تأمين مطالبة بحقوق لإلك قرض معين تعويضات يعني في مكاسب مالية ولكن هاي المكاسب زي ما حكينا يبتيجي من شراكة أو من تعويض أو من جهة أخرى ولكن برضو بدك تحذر من النفقات المتصاعدة بيزيد اهتمامك بالأشياء الغامضة الروحانيات والكتب الخيالية برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا بتتركز جهودكم حول تعزيز شراكاتكم والأجواء مشجعة بشكل قوي جدا عشان هيك اليوم جيد للمصالحات لترتيب وضع العلاقة بالشراكة بتطوير علاقة يعني بالأمور السلمية ما بينك وبين شركاء المال والعاطفة والأزواج ويعتبر هذا يوم مناسب للتطوير العلاقات ولكنه والعلاقات الزوجية أيضا والعائلية ممكن شوي هيك تقلبات المزاج أو التسرع عندك يسبب لك بعض الخلافات فعشان هيك تضبط عصابك ما تندفع ما تتهور ما تتخذ قرارات حاسمة لأنها ما رح تكون لصالحك وابعد عن العصبية قدر الإمكان برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا القمر موجود في البيت السادس العمل والصحة فعشان هو بيبدأ يتراكم العمل لديكم بتكون تنتبهوا بشكل جيد لصحتكم نظموا وجباتكم الغذائية خذوا قسط كافي من الراحة صحيح أنكم رح تجدوا سهولة في تطبيق أعمالكم الروتينية أو المنزلية ولكن إذا انشغلت بالأعمال المش مهمة بتضيع عليك كل الأعمال المهمة اللي فيها المكاسب عشان هيك حاول اليوم أنك تنجز الأعمال المهمة في البداية بعدين الأمور الثانوية وهتم بصحتك أهم نقطة وعلاقاتك مع الزملاء برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا بتجتازوا بصورة عامة فترة إيجابية لأن القمر في البيت الخامس بيدعمكم بشكل جيد بتشعروا بقوة الحظ والعاطفة والأمور المالية بوسعكم تعزيزوا علاقاتكم مع أحبائكم أو الترفيه أو تغيير الجو أو ممارسة هواية أو التقرب من الأحبة من الأبناء فترة فيها يعني قوة للعلاقات العاطفية وتعزيزها فعشان هيك اليوم بتعرف فترة من البهج ونوع من أنواع السعادة وممكن تحقق إنجازات كان صعب إنك تحققها بالفترة الماضية برج القوس بالنسبة للموليد برج القوس طبعا بينصب اهتمامكم حول إدخال تعديل على مسكنكم أو الاهتمام بأمور العلاقة بالبستنة وبتجدوا تعاون من أفراد العائلة اليوم في نوع من أنواع اللقاء أو العمل أو الحدث اللي له علاقة بالعائلة أو بالبيت بيلفت انتباهك واهتمامك وأعمالك ممكن تصليحات ممكن مناسبة ممكن فرحة وتقدر توطد علاقاتك بأفراد العائلة وأيضا مساعدة من أفراد العائلة لا إلك واللي بيبحث عن سكن أو بدي استأجر بيت أو بدي بيع عقار فهذا اليوم مناسب برج الجدي بالنسبة بالنسبة ل موليد برج الجدي طبعا اليوم بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات والحوارات والنقاشات والاهتمام بالسيارات أو بالإلكترونيات ولكن بتكونوا أكثر صبرا أثناء قيادتكم للسيارة داخل المدن وأثناء حركتكم علاقاتكم اليومية وتنقلاتكم بتكون ممتعة وبتستفيد من علاقاتك مع محيطك بشكل جيد يعني اليوم مميز جدا حتى لتعزيز العلاقة مع الإخوة مع الجيران مع الأحبة حتى لقاءتك العاطفية بتكون مميزة ولكن زي ما حكينا إحذرتنا الحركة وبرضو في نفس اللحظة حاول أنك ما تتسرع بانتقادك أو بكلامك برج الدلو بالنسبة ل موليد برج الدلو طبعا اليوم بيحمل فرصة لمكسب مالي هذا المكسب بيكون على الأغلب من عمل إضافي مع هيك بدكوا تحذروا من النفقات المتصاعدة وبرضو بدكوا تحذروا من المغامرات المالية في نوع من أنواع السهولة اليوم في أعمالك خصوصا اليومية وممكنة الحصول على بعض الأرباح اللي زي ما حكينا بتيجي مستردات هبات دعم أو أعمال إضافية ولكن انتبهوا لما صريفكم برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا ثقتكم بأنفسكم كبيرة أنت اليوم أكثر نشاط وحيوية من قبل بوسعكم السيطرة على زمام الأمور واتدفع بمصالحكم وابتخضوا فترة من الهدوء والسكينة والطمأنينة على المستوى النفسي طاقتكم حلوة نفسيتكم أحلى ولكن ما تخلوا الوسواسي سيطرة عليكم والأفكار السودة حاولوا قدر الإمكان اليوم تنطلقوا تغيروا جو يعني ما تبعدوا ما تتهربوا اليوم في كثير من الإيجابيات بالنسبة لكم ولكن ما تفكر بالمسائل بشكل عاطفي بدك تفكر فيه بشكل عقلاني هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر